شاهدنا لكارم في الفقرة النقاشية لحلقة هذا الصباح من صباحكم أجمل لنقش فيها موضوع ضغوطات المجتمع وتأثيري على اتخاذ قرار الزواج ويغفل الكثير اليوم وخاصة الشباب عن أن الزواج ليس تقليداً مجتمعياً ولا تحصيل حاصل كما يقال وأنه علاقة شراكة بين اثنين سيعيشان حياة طويلة يعني قد تستقل تاكسي لمدة ربع ساعة وتشعر بالندم لأنه كان من سيصلك وعند وصولك تتضجر فكيف بشريك حياة تعيش معه سنين طويلة فلن ينفعك حينها كل من صفقوا لك كي تقدم على الزواج في وقت لم تكن فيه على أتم الاستعداد ننقش اليوم إذن هذا الموضوع ضغوطات المجتمع وتأثيرها على اتخاذ شبابنا لقرار الزواج مع ضيفتنا عبر الأقمار الصناعية السيدة مريم المقطري وهي إخصائية اجتماعية ست مريم أهلا وسهلا فيك صباح الخيرات يسعد صباحك ست مريم يعني اتحدث عن موضوع مهم لأنه كثير من الشباب ممكن ربما عندما يوصل إلى سن العشرين أو حتى ربما قبل ذلك يبدأ بالتفكير بالزواج والبحث عن شريكة حياة دون أن يفكر بالاستعداد النفسي بالاستعداد العقلي بالاستعداد حتى ماديا للزواج ما أهمية كل هذه الاستعدادات في اتخاذ قرار الزواج الاستعداد للزواج تبار قاعدة أساسية لبناء حياة زوجية سعيدة وتأتي أهميته من كونه عملية تهيئة نفسية وعقلية ومادية للإقبال على مرحلة قديدة في الحياة تأتي أهمية الاستعداد النفسي في أن الشخص يبدأ يفكر في اتخاذ الخطوات المناسبة للتغيير الكبير الذي سيطرأ له في حياته فالتغيير ليس في تغيير السكان أو الأشخاص الذي سيشاركه في السكان ولكن في تغيير أسلوب الحياة في تغيير العادات والتقاليد الإنفاق والادخار في تغيير نمط الحياة والعادات اليومية فكلما كان الشخص مستعداً من هذه الناحية كان الزواج أسهل كذلك الاستعداد النفسي يساعد الشخص على التواصل مع الطرف الآخر وفهمه وتبادل الأفكار فالتواصل هو طريقة الأنسب للتفاهم بين الطرفين اللي هو الزوج والزوجة كذلك يعزز الاستعداد النفسي يعزز الاستعداد النفسي للمشاعر بين الزوجين ويجعل الزوج يشعر باللين والراحة تقاه زوجته ويكون هو المبادر في حدث حدوث خلافات ولا يتخلى عن زوجته في أول مشكلة تحدث بينهما كما يساعد التعزيز النفسي على احترام الاختلاف الزوجة وكذلك هي إذا كانت مستعدة نفسياً فالطرفين يعرفان أن هناك اختلافات وهناك نقاط تشابه ونقاط اختلاف بينهما ويستطيع التوصل إلى قاعدة بينهما للتفاهم كما يساعد الاستعداد النفسي أن الشخص يكون يعرف أهمية الاستشارة ويحتاجها حتى بعد الزواج فهو يحتاج إلى العون من الاختصاصيين أو القادرين على تقديم يد العون له في مراحل مختلفة من الزواج أما بالنسبة للإستعداد العقلي فالشخص هنا يفكر تفكير بأن الزواج ليس تسلية أو ليس فترة محددة وإنما هو مسؤولية فيتخذ القرار إذا كان قادراً على اتخاذ خطوة الزواج أو يحتاج إلى بعض الوقت لتدبير أموره بالنسبة للإستعداد المادي فتوفير السكان يعتبر أهم شرط من شروط الزواج ولا يتم قبول الزواج إلا بوجود سكان وتوفير سكان أو توفير مبلغ خاص للإيجار ولا يجب التهور وقبول أو تقع على العاطفة هي التي تحكم في قبول الزواج إذا كان الزواج لا يملك سكاناً ولا يملك عمل دائم ودخل ثابت حتى ولأن كان هذا الدخل بسيطاً لأنه بعد فترة إذا كان لا يوجد عنده دخل أو لا يوجد عنده مكت سيضطر إلى أنه يقترض ويتسلف وبالتالي تحدث المشاكل وتحدث المشاكل بين الزواجين وتصحب الحياة صعبة بينهما نعم طيب سيد مريم يقال أنه أكثر البلدان نسبة في الطلاق كانت ماليزيا أقصد البلدان العربية والإسلامية فكانت 33% من نسبة المتزوجين كانوا دائماً ما يحصل بينهم طلاق يعني ربما أربع أشخاص من بين كل 12 شخصاً فالدولة فرضت على المقبلين على الزواج وجود رخصة خاصة بالزواج زي رخصة أنك تروح تسوق سيارة لازم يكون عندك رخصة فقلت نسبة الطلاق إلى 8% سؤالي لك ست مريم أهمية أن يوجد دورات تدريبية وتأهيلية للفتيات والشباب المقبلين على الزواج أهمية تكون في أن يكون عندهم استعداد تهيئهم نفسياً وتهيئهم لكي يقبلوا لهذه المرحلة فضرورة التفاهم والتواصل بينهما ضرورة أن تكون قبل الزواج حتى يتسنى لهم أعرفت كل منهم الآخر وكل واحد يعرف عيوب الآخر ويتقبلها وكي يحصل بينهم تفاهم يجب أن يكون هناك فترة من فترة خطوبة وفترة العقد هذه الفترة يكون فيها تواصل بينهم نعم وكيفية يحلوا مشاكلهم في عبارات يسمعوها شباب عادة كثير في المجتمع أول ما يشوفوه أنه شاب مثلاً تخرج من المدرسة أو تخرج من الجامعة بيسأله متى بنشوفك عريس اشتي أشوف أحفاتي قبل ما أموت وهكذا من هذه العبارات اللي بتشجع الشباب على اتخاذ قرار الزواج واتخاذ قرار مصيري في حياتهم يعني دون مراعاة ربما للسعدادات النفسية التي ذكرت عنها يعني ما همية التوقف من قبل المجتمع على الضغط على الشاب ناحية اتخاذ قرار الزواج الضغوط الاجتماعية من قبل الأهل على الشاب أو تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة هذا يعتمد على نوعين أما أن يكون الأهل هنا عدم ثقاء بالأبناء ويروا أن اختيارتهم من شريك الحياة اختيار خاطئ وبالتالي فيكون غير سليم وسيحدث الانفصال وفي أهل يروا أن اختيار أبنائهم لا يتدخلوا في اختيار أبنائهم لأنهم يثقون بهم ويكون تدخلهم فقط من حيث النصح والإرشاد والدعم في حالة أن الأهل ضغطوا على أبنائهم أو اختاروا لهم شريك الحياة فهنا في حالة أنه حصل أن الزواجين غير متفاهمين فاستحصل مشكلات بينهم فيرقى الشعب يلوم الأهل لأنهم هم اللي اختاروا له وهم الذي ضغطوا عليه للقبول بالزواج نعم فالضروري أن يكون الشعب مستعداً نفسياً ومستعداً مادية لاقتحام مؤسسة الزواج والدخول إليها ورافع راسة فاهم وواعي وعنده مقترة يمكننا من أهم الأمور اللي بنتكلم عليها أنه يكون الشاب شغال حيروح يشتغل حيروح يبحث عن فرصة عمل ربنا في الآخر ما بيفلتش حد طيب ست مريم يعني أيضاً إلى جانب هذه المفاهيم اللي ذكرتيها في مفاهيم وانتشرة لدى الشباب أو لدى الشابات تحديداً أنه الزوج بطاقة صراف مثلاً هو اللي بيصرف هو مخلص أرواح وطرف النجاة من العذاب اللي كانت تواجه عند عائلتها مثلاً والزوجة هي الأم اللي ستكون بكل ما يحتاجها الزوج ويطلبها فما أهمية تصحيح هذه المفاهيم لدى الشباب قبل اتخاذ قرار الزوج الزوج هو عبارة عن شراكة والزوج أساسه هو المودة والرحمة فالزوج ليس وظيفته فقط أنه يحضر المال أو النواحي المادية فقط فهو شريك في اتخاذ القرارات وفي تحمل مسؤولية مع الزوجة فالزوجة التي ترى أن الزوج فقط وظيفته هو إحضار المال هذا عندها فهم خاطئ لأن الزواج يحتاج إلى عبارة عن ميثاق قوي ويحتاج إلى تعاون بين الزوجين حتى وإن كان هو يحضر المال فهو له دخل كبير في اتخاذ القرارات وفي تربية الأولاد لاحقاً فتصحيح المفاهيم عند الشباب والشابات ظلوا في هذه المرحلة كي يعرفوا أن الزواج ليس فقط مال وإنما حياة وعمر وسؤولية نعم على الجانب الآخر سيدة مريم هناك الشابات يعني ربما لو وصلنا إلى سن الخمسة وعشرين يتجه المجتمع إلى الضغط عليها وإلى تصويرها بأنها تأخرت في الزواج وحتى ربما وصفها بالعنوسة مهمية أن ربما المرأة يعني غير المتزوجة وصلت لسن الزواج مهمية أن تركز على أهدافها حتى تجد الشريك المناسب ولا تتخذ قرار الزواج لمجرد أن العمر تقدم بها يعني في بعض الفتيات شخصيتها قوية ولا تهتم لنظرة المجتمع ولا تهتم لضغوط الأهل في اختيارها فتركز على عملها ولا تحقيق أحلامها إلى أن تجد الشخصا مناسب لكن في بعض الفتيات يعني ترضخ لضغوطات الأهل فتقبل بالزواج بالأشخاص التي بشخص تحضره له الأهل بدون أن تكون مقتنعة فهذا أحيانا يسبب وجود خلافات ومشاكل مستقبلا وعدم تفاهم بينهم نعم طيب يمكن حتى من الحاجات الخطأ اللي بتحصل حتى لو ما فيه شوي ضغط من المجتمع فكرة والوعي المجتمعي العام أنه خلاص تربو الشباب أنه عند عمره 18 20 و 21 لازم يكون متزوج لازم يكون قدو بابا أنت متأخر لش ما عندك شأطفال ليش أنت مش بابا يعني ليش تأخرت فحب أعرف منك يعني معلومة أو قاعدة يضحى الشباب وشابات حلقة في أذانهم يعرفوها ويكونوا متأكدين منها أنه ما حقدموش على الزواج إلا بعد ما يكونوا حاسين أنه مصروا إلى هذه القاعدة وأتموها بالشكل الصحيح يعني أنه ما يتخذوش القرار إلى بعد القاعدة اللي حضرتك حتقوليها هو ما فيش سن محدد للزواج أهم شيء في الزواج أن يكون الشخص قادرا على تحمل المسؤولية وأن يكون عنده عمل يعطيه دخل ثابت وحتى لو كان بسيط لكي يفتح بيت كذلك لا يكون التفاق حتى هم مختلفين يعني الاختلاف وقهات النظار لا يدعهما يشكان أو يخافان من تدمير العلاقة فالاختلاف هو أمر قيد ويدل على الفكر السليم والاختلاف أمر طبيعي أمر طبيعي ولا يؤدي إلى تدمير العلاقة كذلك الاستماع أن يسمع كل منهما للآخر ويفهم مقهة نظره ويفهم قوانب التشابه والاختلاف حتى يستطيع أن يتعامل معها وأن يكون الشخص عنده قدرة على العطاء والبدء أكثر من القدرة على الأخذ ويكون في الزواج أن هناك الصبر وتحمل المسؤولية والشراكة نعم الحفوة بين الشركين هو أن يتم العطاء وليس الأخذ وأن يهتم الشريك بالعطاء أكثر مما يهتم بالأخذ طيب الآن لمن يقبل على الزواج من يفكر أن يقدم على فكرة الزواج وقرار الزواج ما هي نصائحك لهم الاحترام المتبادل بين الطرفين والتبادل الأفكار ومشاركة في اتخاذ القرار كذلك الإنصات أن ينصد كل منهما للآخر ولا ينشغل عنه عندما يتحدث الطرف لا ينشغل عنه الطرف الآخر واحترام مشاعر الطرف الآخر التواصل المستمر عن طريق الحوار وعدم التلفظ بالكلمات القارحة القاسية أو بعبارات التوبيخ والثقة الثقة المتبادلة بين الزواجين وعدم المساس بها في أي مشكلة تحصل بينهما أدن المساس بالثقة كذلك أدن المساس بالثقة بينهما تمام يمكن حتى المصارحة ست مريم نحن نصارح بعض بالمشاكل اللي عندنا والحاجات اللي ما تعجبناش هذه حاجة أكيد بتطفي أكثر للزواج في أزواج يعيشوا مع بعض خمسين سنة ما يتصارحوا أكيد لأنه الحوار والمصارحة هي التي تؤدي إلى التفاهم وحل المشكلات نعم كذلك عدم إفشاء أسرار الطرف الطرف الآخر عدم التطفل على خصوصيات يجب احترام خصوصيات الطرف الآخر فعدم يتم تقسس على الهاتف أو البريد الإلكتروني لأن ذلك يكسر الثقة بينهم تمام طيب أصبح يعني أضيف على كلامك نقطة واحدة فقط أنه الفكرة أنه إحنا مرات بنجي نقول لا زوجة حبوب وكريم ولطيف زوجتي خدومة محاسن الطرف الآخر توقع أنه طبيعي أي حد في الشارع سيحبها مش ضروري أنك تحبها يعني الفكرة في الزواج أننا نتقبل عيوب الآخرين أنت تكوني بتحبيش خيرة هو بيكون بيحب أكلك المحروق الخرابة اللي حاصل في البيت العيوب أننا نحبها ونتقبلها هذا والحب هذا الزواج الذي ربما سيستمر عليها العلاقة إلى نهاية العمر يطيك ألف عافية سيدة مريم المقطري وانتي خصائية اجتماعية اشتركوا في القناة